اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولم يستغل الأمير عليه ما حصل اليوم لشن هجوم جديد على منافسه الرئيس الحالي بلاتر بعد أن كانت تهمه بتشويه صورة كرة القدم بسبب الفضائح المتلاحقة وتابع في بيان له بأنه من الواضح أن تفاصيل هذه القضية لم تنكشف بعد كليا ومن غير المناسب التعليق عليها الآن بدأ لعبو المنتخب الوطني لكرة القدم وعسكرهم التدريبي الداخلي بقيادة المدير الفني أحمد عبد القادر استعدادا للقاء منتخب لبنان وديا يوم السبت المقبل وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات النشامة للتصفيات الأسيوية المزدوجة والتي تنطلق في الحادي عشر من الشهر المقبل وتضم تشكيلة النشامة ثمانية عشر لاعبا من التشكيلة التي أعلنها الجهاز الفني بعد اختيار ثمانية لاعبين من الوحدات والجزيرة واستدعى المدير الفني كلا من عامر شفيع ومنذر أبو عمارة وصالح راتب وعدنان عدوس من الوحدات وأحمد عبدالستار وأحمد سمير ورائد النواطير وعامر أبو هضيب من الجزيرة أعلن أحمد اقتشات مدير الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم كما أن المنتخب الوطني النسوي تلقى دعوة رسمية لتبادل اللقاءات والزيارات مع نظيره الروماني خلال شهري أب وكانون الأول القادمين وأضاف اقتشات بأن الأمانة العامة ستدرس الدعوة فنيا وإداريا بعد عودة فادي زرقات الأمين العام من مهمته الرسمية في زيوريخ وأن الدائرة الفنية بالتنسيق مع ماهر أبو هنطش المشرف العام على المنتخبات الوطنية النسوية وخضر عيد المدرب العام للمنتخب النسوي سيدرسون الدعوة من الجانب الفني وأكد اقتشات أن الدعوة الرومانية حددت يومي الثامن عشر والعشرين من آب المقبل موعدا مقترحا لإقامة مبارتين وديتين في رومانيا وبحيث يرد المنتخب الروماني الزيارة إلى عمان خلال كانون أول المقبل التقى فريق الجزيرة مع فريق الجيش السوري مساء اليوم على استاذ الحسن في إربد ضمن منافسات دور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الأسيوي وانتهى لقاء بفوز الجيش السوري بهدف دون رد وجاء هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل عن طريق اللاعب محمد شريفة ونبقى في كأس الاتحاد الأسيوي حيث ودع فريق الوحدات البطولة من دور الستة عشر أمس بعد خسارته أمام القادسية الكويت بهدف دون رد وبعد هذا اللقاء أعلن المدير الفني لفريق الوحدات عبدالله أبو زمع استقالته من تدريب الفريق وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة ومن المنتظر أن تناقش إدارة النادي استقالة أبو زمع خلال اجتماعها الأول الذي يعقد مساء يوم غدن الخميس يذكر أن أبو زمع تسلم مهمته مع الوحدات قبل موسمين ونصف خلفا للصرب برانكو وقاد الفريق للفوز بلقب الدور مرتين وكأس الأردن وكأس الكؤوس مرة واحدة احتفالا بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والستين للمملكة الأردنية الهاشمية أقيم في محافظة إربد بطولة للملاكمة لمراكز المحافظة وشارك في البطولة العديد من لاعبي الملاكمة من كافة الأوزان وشهدت البطولة منافسات قوية ومثيرة بين المشاركين وبعد نهاية النزالات قدم رعاة هذه البطولة الكؤوس والميداليات لأصحاب المراكز الأولى والمشاركين في هذه البطولة